السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بحضرتكم مع درس جديد من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هنكمل في باب الابتداء وهنتكلم النهاردة عن الابتداء الممنوع إحنا قبل كده تكلمنا إن الابتداء بينقسم لقسمين جائز وممنوع الابتداء الجائز بينقسم عندي الابتداء تام جائز تام وابتداء جائز كافي القسم الممنوع ينقسم لقسمين وهو قبيح وأقبح من القبيح النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الابتداء القبيح يعني إيه الابتداء القبيح؟ هو الابتداء الذي لا يعطي معنى لو أنت فكر معايا الوقف القبيح الوقف القبيح تعريف الوقف القبيح هو الوقف الذي لا يعطي معنى يبقى التعريفين نفس الوضع ده الوقف الذي لا يعطي معنى وده الابتداء الذي لا يعطي معنى أنا هابتدي القراءة بكلام ما هيدنيش المعنى ففي الحالة دي يكون ده ابتداء إيه؟ ابتداء قبيح كالابتداء بالفاعل دون الفعل معنى إن أنا أبتدي بالفاعل دون الفعل يبقى عندي ابتداء ما هيدليش معنى لأن لازم الجملة تكون كاملة مثل الابتداء بقوله تعالى نوح الرب إنهما صوني الآية بتقول قال نوح الرب أنا ابتديت هنا بالفاعل دون الفعل يبقى كده مدلش أي معنى لما واحد تسمعه هو بيقرأ القرآن ويقول نوح الرب إنهما صوني إيه اللي ادد لك معنى في الجملة وفي الآية مدلش أي معنى ففي الحالة دي يكون ده ابتداء إيه؟ ابتداء قبيح إنما لما قول قال نوح الرب إنهما صوني يبقى عندي جملة كاملة المعنى كامل زي اللي ابتداء بالمفعول دون الفاعل زي إيه؟ الذي يكذب بالدين أنا ابتديت بالمفعول وسبت الفاعل الآية بتقول أرأيت الذي يكذب بالدين لما تسمعه واحد بيقول الذي يكذب بالدين ادد لك معنى؟ لا مدنش أي معنى ناخد قاعدة كده في الابتداء القبيح الابتداء بما بعد الوقف الحسن ابتداء قبيح ما لم يكن رأس آية خلي بالك من الجملة دي ومن القاعدة دي الوقف الحسن تعريفه إيه؟ هو الوقف على مقطع تم معنى تم معنى متعلق بما بعده لفظا ومعنى ده الوقف لايه؟ الحسن لما أنا شرحت لك في الوقف الحسن قلت لك لما أنت بتقف على وقف حسن هو وقف حسن هو مقطع تم معنى بس لسه متعلق باللي بعده في المعنى وفي الله علشان تجي تبتدي لازم أرجع لو أنت شفت الدرس بتاع الوقف الحسن هقولك إيه؟ بنرجع تاني في جزء معين من الآية علشان يحسن الابتداء عشان ينفع أن احنا نبتدي به فلما أنت بتقف على وقف حسن وقف حسن انت وقفت هنا ده وقف إيه؟ حسن الابتداء اللي بعده هنا على طول ما ينفعش أنه نبتدي به يبقى ده ابتداء إيه؟ قبيح لأنه مش هيدديه لمعنى لازم أرجع تاني وابتدي من موضع معين في الآية يحسن الابتداء به علشان المعنى يكون كامل ويتم المعنى وأنا هوري لك الكلام ده في المصحف بس عايزك تاخد بالك من نقطة تانية إن الابتداء بيكون قبيح لو أنا ابتديت بعد وقف حسن ما لم يكن رأس آية أنا قلت لك قبل كده إن رأس الآية مهما كان المعنى إنت جائز إن أنت تقف على رأس الآية وجائز إن أنت تبتدي بالإيه؟ باللي بعده ده رأس الآية أنا آف هنا أيا كان الوقف وابتدي باللي هنا بدمها إيه؟ رأس آية مهما كان المعنى يبقى الابتداء بعد الوقف الحسن ابتداء قبيح ما لم يكن رأس آية أنا أوري لك دلوقتي في المصحف والأمر يتضح معك ركز كده معايا في صورة البقرة الله تبارك وتعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم لو أنا وقفت هنا الوقف ده النوع بتاعه إيه؟ نوع وقف حسن ليه؟ وقف على مقطع تم معناه لسه متعلق باللي بعده في المعنى وفي الغفظ لو أنا وقفت هنا ده الوقف الحسن وابتدت وقلت ينفقون اداني معنى؟ ادانيش معنى؟ يبقى ده ابتداء قبيح يبقى أنا لازم أرجع تاني وأقوله ومما رزقناهم ينفقون كده تم المعنى معاي يبقى أنا وقفت هنا ده وقف إيه؟ حسن الابتداء اللي بعد الوقف الحسن ده بيكون ابتداء إيه؟ قبيح فأنا عشان أتفادى الابتداء القبيح ده أرجع تاني من موضع يحسن الابتداء به وابدأ إن أنا أقرأ منه تاني ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَّ أنا وقفت هنا وقف إيه؟ حسن مقطع تم معناه لسه متعلق باللي بعده في المعنى وفي اللاف فأرجع أقول إيه؟ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ عشان ينفع إن أنا أبتدي إنما لو أفتهن وَمَا أُنْزِلَ وقمت أيل ابتديت مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ وَمْ يُؤْكَمِّلتَ هل ده يحسن الابتداء به؟ لا ده طبعا ابتداء قبيح مدنش أي معنى أرجع تاني قوم إيه؟ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ لو أنا وقفت على وَبِالآخِرَةِ هيبقى إيه؟ وقف حسن اللي ابتدي اللي بعده ابتداء قبيح مينفعش أقول هُمْ يُوقِنُون مدنش معنى إنما ينفع إن أنا مقف هنا كده وَبِالآخِرَةِ أرجع تاني وأقول وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ ها وَأُولَئِك ده إيه؟ وقف حسن يبقى ما ينفعش إن أنا أقول هُمُ الْمُفْلِحُون لو واحد بدأ كده وقال هُمُ الْمُفْلِحُون ادداني معنى؟ لا مدنش معنى يبقى هرجع أقول وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون علشان يكون المعنى عندي كم يبقى أنا لما وقفت على وقف حسن الابتداء اللي بعده إيه؟ ابتداء قبيح بينفعشان أنا أبتدي ألما أرجع تاني من موضع يحسن الابتداء به وده طبعا مثال وبالمثال يتضح الإيه؟ يتضح المقال أسأل الله الكريم الحليم أن ينفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم طبطم يا أهل القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته